السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشخبركم يا بنات لبسا عليكم ان شاء الله تكونوا بخير اموركم بخير دائما وابدا ان شاء الله رحمة رحيم اليوم على بركة الله سنقدم لكم واحد الحريشات اليوم سهلين بساط والداد في نفس الوقت نتمنى ان الفيديو ينال اعجاب تلكم وانكم تتابعوا الفيديو حتى النهاية باش نشوفوا مع بعض المكونات وطريقة التحضير بالنسبة المكونات غادي نحتاجوا على بركة الله 500 جرام من يعني سميد ارقيق سميد اللي كنستعملوا يعني في البغرير غادي نحتاجوا كذلك كيس من الخاميرة الكيموية خاميرة ديال الحلويات ما يعادل 8 جرام وكيس من الفانيلا 8 جرام كذلك غادي نحتاجوا كذلك حليب دافئ ربع لتر يعني 250 ميلي غادي نحتاجوا خليط من الزيت والزبدة هنا استعملت كاس مع مرش ديال الشاي ما يعادل تمانية ديال ملاعق ثلاثة ديال ملاعق من السكر حبيبات وقبصة من الملح هدو هما المكونات غادي نحتاجوا إن شاء الله رحمه الرحيم على بركتي الله غادي نبدوا يعني باش نحضروا لحريشات ديالنا غادي نخلطوا النواشف هما اللولين يعني غادي نعملوا سميدا غادي نعملوا السكر غادي نعملوا الفاني وغادي نعملوا الخاميرة الكيموية وكذلك رشة ديال ملح وغادي نخلطوا المكونات هدئ كلها سوف نضيف الزبدة والزيت كما قلت لكم هنا كاس مع مرش ديال الشاي ما يعادل ثمانية ديال الملاعق من الخليط ديال الزبدة والزيت كنرملو مزيان مزيان هاديك السميدة كنخدموها مزيان باليد بحيث انها اننا عفوا كندخلو الزيت والزبدة مزيان فيها بعدما كنترمل مزيان كنضيفو الحليب ما كنعجنوش فقط اننا كنجمعوها بهذه الطريقة كيما كيبا نقدمكم بنسبة لخمسمائة جرام من السميدة رقيقة كنحتاجو ربع لتر من الحليب الدافي كنتركوها خمسة دقائق فقط كناخدو واحد الدائرة او حاجة اللي يعني اللي غادي تساعدنا باش نحددو الشكل ديال الحريشات ديالنا فهاد لأتنا هادي العجينة كتكون متماسكة يعني كتتماسك كيما كيبا نقدمكم يعني كتولي متماسكة كنوضعها في القالب وكان ضغط يعني باليد لحد الدماء كنشكلها على شكل دائرة فهاد الأثناء هادي كنوضع مقلات غير لاصقة يعني على نار اللي هي متوسطة واقل قليلا من المتوسط كنشكلو الحريشات ديالنا كيفما هو موضح قدامكم يعني كان بدو دائما نضغطو الحد ما كنشكلو الشكل اللي بغينا بالنسبة الحريشات رأي اشكالية متعددة وكتيرة بزاف يعني اشكال مربع شكل قالب شكل نجمة اشكال كتيرة باش انكم تحضرو يعني شكيلات مختلفة كناخد الحريشات كنوضعها في مقلات على نار متوسطة او اقل قليلا من المتوسط وكنطيبها من الجهتين كنطيبها من الجهة الاولى لحد ما كتماسك وكتشد فرسها ومن بعد كنقلبها الجهة الموالية باش انها كتتتحمر من بعد ما كتتتحمروا الحريشات كنزولوهم وكنقدموهم مع العسل وبصحة الراحة نتمنى ان هاد الفكرة تنل الاعجاب ديلكم وانكم تجربوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم شكرا لكم البنات وشكرا على متابعتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة